فتاني لو انت ناسي اي حاجة من القلاسز اللي فاتت من فضلك قولي وانا هعيدها تاني قلنا الممبرين عبارة عن two layers من الفوسفوليبد وكل فوسفوليبد عبارة عن فوسفيد جروب وجليسرول والاتنين دول عاملين الهيد والهيد دي بولر عليها اتشارج والاتشارج اللي عليها نيجاتل بتاعة الفوسفيد بينما التيل هو عبارة عن two fatty acids ده مفيش عليه it is non-polar مقدرش يعمل بوند مع الوطر قولنا hydrophobic وبالتالي شفنا ان الفوسفوليبد في الممبرين اترتبت اندفور موباي لير ولو سألني كده what are the characteristics of the فوسفوليبد that enable them to be oriented in this way يعني ازاي هم مترتبين بالشكل ده هتزل برة وتيلز اللي جوه انا هفكرك كده حالا بس هعمل حاجة بسيطة حاجة بسيطة عشان نقدر نرسم مع بعض لو انا هرسم الممبرين بالشكل ده اهو خلينا نفسار ده ندام عبارة عن ممبرين بتاع سيل الممبرين بتاع السيل بيبقى محاض بوطر من برة ووطر من جوه ووطر من برة لو في هيومن او في انيمال فبرة في التشوفلويد جوه ووطر في السيتو بلاسم واصبع عندي الممبرين اهو هنا محاض مية من برة ومية من جوه انا هاخد حتة من الممبرين ده عشان ارسمها بالتفصيل الفوسفوليبت باي لير هلاقي عن الفوسفوليبت مترتبة في الممبرين ده بالشكل ده هيد تيل جنبها هيد اند تيل جنبها هيد اند تيل دول كده عاملين مونو لير وان لير وان لير هنا قصدهم هيبقى فيه ادر لير تيل هيد تيل هيد بالشكل ده يبقى الكاركترستيكس بتاعة الفوسفوليبت اللي خليتهم يبقوا ميترتبين بالشكل ده الهيد دي بينج هيدروفيلك ديريكتد لبرة عشان تعمل بوند مع السراوندين ووطر الهيد دي ديريكتد ده من الناحية التانية عشان تعمل بوند مع الوطر اللي داخل السل اما التيلز دي نون بولر مفيش عليها تشارج هيدروفوبك وهيدروز زي ما اتفقنا ووطر وفوبك عنده فوبيا يهرب من الميا واصبح كده عبارة عن التيل ده ديريكتد ده وفتنساش بقى التيلز بيشدوا بعض بالفورس بسمها هيدروفوبك انتر اكشن الحاجات الهايدروفوبك الحاجات اللي ما بتتحتش مع الميا دايما يشدوا بعض وعايزة افكرك بالمثال بتاع الهايدروفوبك انتر اكشن اللي انا قلتوا قبل كده فيه القلاس اللي فات قلتلك لو انت جبت كوباية ميا بالشكل ده وكوباية الميا دي رح تحاطت عليها شوية اويل الاويل لوار دينستي والاويل هيدروفوبك رح اترص على الووتر من فوق لو انا قلبت الميا قلبت الاويل ده جامد مع الميا هوصل لقى الاويل ابتدى ينتشر بالشكل ده لكن لو استنيت اقل من دقيقة هتلاقي كل الادروفوليس دول شدوا بعض وتكونوا لير على السطح معنى كده الحاجات الهايدروفوبك اللي ما بتعملش بوند مع الووتر دايماً بيشدوا بعض بالفرسة اللي بسمها هيدروفوبك انتر اكشن زي ما حصل في الدروفوليس بتاعة الاويل لما تجمعت وعملت لير على سطح الاويل سيل ميمبرينز ومس سيل ميمبرين لان كل الميمبرينز بتاعة البلانت الانيمال الهيومن البكتيريا كلهم ده سيم استركشور دي ار واتفقنا اللي خلى الفوسفوليبز تبع oriented in this way الهيومن هيدروفوليك directed to the outside التيلز هيدروفوبك directed to the inside والتيلز الهايدروفوبك بيشدوا بعض بالهايدروفوبك انتر اكشن لكن ما تنساش ان الفوسفوليبز دي منثبتة في مكانها يعني ايه الفوسفوليبز زي اي ماليكيل في الدنيا اي ماليكيل في الدنيا بيعمل زي ما اخدت كده في الساينس واخدت فيه الفيزيكس واخدت فيه أنهم الفرق بين الليكويد والصوليد والجاس كلهم بيتحركوا كلهم الموليكيلز بتاعتهم بتتحرك بس الحركة بتاعت الصوليد قليلة الحركة بتاعة الليكود كتيرة والحركة بتاعة الجاس اقالة حاجة مرة ثانية س Mind70 الحركة بتاعة الجاس اعلى حاجة معنى كده ان انا بحول صوليد دي سياحة بلاستيك صوليد سخنتها سياحة تتحولت لليكويد اللي حصل انت قديتها هيت انرجي الموليكيز تتحولت فيها هيت انرجي الكينيتك انرجي بدل ما كان صوليد والفايبريشنز بتاعته ليلى بقى ليكويد والفايبريشنز بتاعته اكبر سوم ديس ميمبرين اللي هو الفوسفوليبيت بايلير بقول ان هو عنده فليود نيتشر وحياتكم ما تنسوش الميمبرين عنده فليود نيتشر ومرات لو سألني what I mean by the term فليود نيتشر why the membrane is described as fluid fluid لانه الفوسفوليبيت موليكولز they are in continuous motion they are vibrating exchanging position with each other but within their mono layer يعني within their mono layer معناها انه الفوسفوليبيت ده يبدل معده لكن ده ما يقدرش يبدل معده ادي اول حاجة اللي هي الفوسفوليبيت انا عايز اتكلم بقى على الفلويدة الفايبريشن ايه رأيك لو كان الفوسفوليبيت عنده التيلز اللي اتنين كده اهو والتيل اللي جنبه ده برضه straight بالشكل ده يعني التيلز they are saturated لو انا حطيت كمان اتنين تانين بالشكل ده وحطيت فيهم واحد unsaturated او اتنين unsaturated ما تنساش الفاتي اسد ال unsaturated عامل كينك والناحية التانية الفاتي اسد ال unsaturated اهو وعمل كينك بالشكل ده والاتنين دول بيعملوا vibration والاتنين دول بيعملوا vibration ده ال vibration بتاعتها تبقى limited ده ال vibration بتاعتها تبقى عالية بمعنى ان ده هيبقى less fluidity ده هيبقى more fluidity ليه ده هيبقى less fluidity عشان التيلز دول شدين بعض بالهايدروفوبك انتراكشن زي ما انت شايف قريبين من بعض وشدين بعض بالهايدروفوبك انتراكشن طب التيلز الاتنين دول مهما شدوا بعض الهايدروفوبك انتراكشن بتاعهم هيبقى قليل ليه لان ده الكنك دي مخليها يبعد عن اللي جنبه فالاتراكشن بينهم قليل والبايبريشن بينهم عالية معنى كده لو عندي ممبرين الفوسفوليبز بتاعته ساتيوريتد هيبقى less fluid unsaturated هيبقى more fluid طب يبقى اول فاكتور اصر فيه الفلويدتي هو هل التيلز دي ار ساتيوريتد ولا انساتيوريتد ساتيوريتد هتبقى ساتيوريتد بالشكل ده واتراكشن عالية فبالتالي الفايبريشن هيبقى قليل والممبرين هيبقى less fluid لكن لو الممبرين فيه انساتيوريتد عاملين كنك بالشكل ده اتراكشن قليل فايبريشنز اعلى طب تعال ناخد كمان فاكتور ادي عندي فوسفوليبز اهو بالشكل ده وساتيوريتد اهو ودي فوسفوليبز زيه اهو وساتيوريتد طيب تعال نشوف كمان هاخد ادر فوسفوليبز اهو ادي بتاعت ممبرين اخر ادي فوسفوليبز بتاعت ممبرين اخر اهو اهو بالشكل ده طبعا ده عنده fluid nature يعني vibrating وده كمان عنده fluidity vibrating مين هيبقى fluidity بتاعته او vibration بتاعته اكتر ده ال vibration بتاعته اكتر ليه التيل قصير والattraction هيبقى بينهم قليل معنى كده ان هيبقى عندهم فرصة vibration او فرصة حركة كل ما يكون التيل اطول الattraction بين التيل اكتر ال vibration او fluidity هتبقى اقل معنى كده ال fluidity بتاعت الممبرين يعني الفوسفوليبز are vibrating هيتحكم فيها mini factors length of the hydrocarbonate sheet بتاعت الفاتي اصد وهل الفاتي اصد ده كان saturated ولا unsaturated if it is unsaturated وعمل kink attraction اقل vibration اعلى اتمنى لغاية بوقتي تكون الدنيا واضحة لو حد عايز يعيد فيها اي حاجة جماعة من فضلكم انا هفتح قدامك كمان النوت وخلينا نتكلم عليها واحدة واحدة انا حالا هجيب النوت قدامك عشان انت بتذكر ما يكونش عليك اي مشاكل برضو جماعة عايزة تفتكر انه ما فيش حاجة اسمها chapter خلص اي chapter عايز تعيده في اي وقت تاني اي chapter عايز تعيده في اي وقت ممكن نقدر نزود اي classes after noon او whatever بحيث ان احنا نقدر نعيد اللي ما عايزه تعال نشوف كده الكلام ده او في الممبرين وكده احنا في chapter number 4 يعني احنا كده قربنا من 50% من الكورس ادي كلامنا كان عن السلم ممبرين وانا السلم ممبرين الثيكنز بتاعته تتراوح ما بين 5 لتن نانوميتر ومعنى انه بالنانوميتر يعني ما قدرش تشوفه بالlight microscope اي ممبرين ما قدرش تشوفه غير بالالكترون ميكروسكوب لانه الثيكنز بتاعته صغيرة قوي وبالتالي light microscope عنده poor resolution لكن electron microscope عنده higher resolution يبقى كده انا ما قدرش تشوف اي ممبرين غير using electron microscope انا ما قدرش تشوف الممبرين بتاع سيل بلانت سيل او أني مرسل ما قدرش تشوفه برضو هتقول لي لا احنا كنا في الاوليفل كنا بنرسم كده ونقول على ده سيل ممبرين الحقيقة احنا ما شوفناش السيل ممبرين وما الايدة ده الاوتر اج بتاع السيتو بلازم انا ما بشوفش light microscope سيل ممبرين ليه لانه resolution بتاعت light microscope قليلة ما قدرش يوريني ممبرين يقدر light microscope يوريني chloroblast لكن ما قدرش يوريني الجرانة والجرانة لم الا light microscope يقدر يوريني mitochondria لكن ما قدرش تشوف الكريستة بتاعتها remember that light microscope لانه عنده poor resolution ما قدرش يوريني ابدا اي ممبرين لا ممبرين في الكولوروبلاست ولا ممبرين في الميتوكندرية ولا سيل سيرفس ممبرين اوكي جمعا تعالى كمان دي مشي خطوة انا امشي معك step by step كده التكنيس لازم اكون اعرفها ولازم اكون اعرف دلالة التكنيس ده انه هو ما بقدرش اشوفه ابدا using light microscope لايت ميكروسكوب عنده low resolution ابتعالي نشوف الخطوة التانية ده عبارة عن structure بتاع السيل ممبرين احنا كنا اتكلمنا فيه قبل كده على كل الكمبونس لكن انا برجحها معاك مرة تانية وابتلينا بالفوسفوليبت بايلير ادي الهيدز ديركتد لبرة برة يعني outside of the membrane يعني ده لو كلمنا دي animal cell هيبقى الهيد دي ناحية التشوف لويد والهيد دي ناحية السيتوبازم لانهما hydrophilic attracted للووتر بينما التيلز دول هيدروفوبك يبعدوا عن الووتر ويشدوا بعض بالهايدروفوبك interaction فوسفوليبت بايلير ده بالنسبة للفوسفوليبت باجي الاقي كمان فيه molecule of cholesterol cholesterol ما بين التيلز cholesterol ده اللي هو cholesterol بيبقى بين التيلز وموجود في الانيمال لكن مش موجود في البانتسال cholesterol ده its function is to regulate fluidity يعني regulate fluidity لو درجة الحرارة عالية فالفايبريشن هتعلى قوي ولو الفايبريشن عالية قوي الميبرين هيفكه من بعضه الكلستيرول هيشد التيلز دي وخليها ماسكة ببعضها to avoid الفاي في الويداتي اللي ممكن تقطع الميبرين طب تعالى نشوف كده عمل ده ازاي الأول عايزة أفكرك ان الكلسترول مرات يسألني يقول لي how cholesterol is how cholesterol is fixed in the membrane بص ده الموليكيل بتاع الكلستيرول اهو ده الموليكيل بتاع الكلستيرول شايف كده عامل كينكة هي وهنا عنده هيد وعنده تيل التيل بتاعه في كينك طيب أول سؤال لما يجي يسألني how cholesterol is held in the membrane هاقول له انه عنده hydrophilic head directed to the outside تعمل بند مع الووتر عنده hydrophobic تيل directed to the inside وتشد التيلز بتاعة الفوسفوليبد بالhydrophobic interaction مرة تانية how cholesterol becomes able to be held in the membrane it has hydrophilic head directed to the outside يعمل بند مع surrounding motor it has hydrophobic tail directed to the inside to be away from motor ويشد التيلز بالhydrophobic interaction طيب تعالا نرجع بقى لكلستيرول يعني ايه regulate fluidity لو درجة الحرارة عاليت والvibration عاليت والميمبرين هيفك من بعضه التيلز دي شد التيلز دي فهي هتتحكم في الvibration ما تخليوش too fluid ما تخليش الvibration السريعة قوي طيب لو الجو برد قوي ودرجة الحرارة قليلة والvibration قلي قوي والميمبرين هيبقى الى حد ما somewhat solid برضو مش هينفع ليه بقى التيل بالكنك بتاعته المعوجة بيمنع التيل ده والتيل ده من هما يشدوا بعض وبالتالي بيحتفظ الميمبرين بالfluidity attraction أقل وبالتالي vibration أعلى يبقى كده لو سألني عند الكوليستيرول فيه السيل ميمبرين it's main function ودائما لما يقول لك one function تختار المain function regulates fluidity لكن هو كمان بيتحكم في حركة المية المية ما تعديش في الميمبرين بسهولة control leakage of water وكمان regulates fluidity وزاي يثبت نفس في الميمبرين أرهم لك مرة تانية كوليستيرول how كوليستيرول becomes able to be held in the membrane it's being hydrophilic directed to the outside تعمل bond مع surrounding water it is being hydrophobic directed to the inside to be away from water ويشدوا بعض بال hydrophobic interaction right تعالي نشوف الخطوة اللي بعدها قلنا كده ان الكوليستيرول ده regulates fluidity لو الحرارة عالية قوي فالvibration هتبقى عالية قوي والfluيستيرول بتاعة الميمبرين هتبقى عالية وممكن الميمبرين يفك من بعضه لكن وجود الكوليستيرول بشدة tails بالhydrophobic interaction ويقلل الحركة ويخلي الحركة limited فيحافظ على normal fluidity بتاعة الميمبرين لو درجة الحرارة عالية لو درجة الحرارة قليلة والvibration هتبقى قليلة والفوسفوليبين هتبقى لازق بعض قوي والميمبرين هيبقى rigid ناشف لا هيقدر يعمل endocytosis ولا هو phagocyti يقدر يعمل engulfing دي الميمبرين ناشف طيب ايه دور الكوليستيرول الكوليستيرول الدوره هنا ان هو هيمنع التيل من هما يشدوا بعض شايف فهو عنده كينك دي نخليه التيل ده والتيل ده مش قادرين يقربه من بعض في الميمبرين يفضل بالفلويدتي بتاعته وده الكوليستيرول regulates fluidity ده اتكلمنا على الفوسفول libit اتكلمنا على الفلويدتي وايه علاقة الكوليستيرول بالفلويدتي واتكلمنا كمان على علاقة الفوسفول بالفلويدتي لو حد جماع عايز عيد أي حاجة في الخطوة دي اهو هقدتهم قدامك يسأل زي ما انت عايز وانا معاك step by step اهو قد بالك احنا ما تكلمناش في الميمبرين عن باقي الحاجات لسه نتكلم على بروتين ولسه نتكلم على glycoproteins وجلايكوليبد اللي تكلمنا عليه وكانه عبارة عن الفوسفوليبد وايكوليستيرول طبعا البقين كنا شرح معهم قبل كده بس نعايزك تعيد أي حاجة تركز فيها عايز تأيد أي حاجة من فضلك كل أنا منتظر لو حد يماع عنده أي نقطة مش واضحة في حاجتين اللي هو فوسفوليبد بايلير وايكوليستيرول ما تنسيش البقزية دي وبردو قدامك أي حاجة عايز تأيد السؤال ده جي كزا مرة في paper 1 طبعا أرجع بس حد بيسألها حاجة تماما عبد الرحمن شكرك يا عبد الرحمن طيب بص يا جماعة هنا الفوسفوليبد الفوسفوليبد السؤال ده جي مرتين في paper 1 بس أنا عايز اللي هو اللي جي كان ده لكن دي احتمال برضو ممكن يجيبها بعد كده الفرق بين ده وبالده قال لي لو أنا كده جبت مية وحطيت عليها اويل الاويل مش هيبقى باي لير هيبقى زي ما انت شايف كده وان لير ليه وان لير مية يبقى الهيدز بتمسك فيها والتيلز بعيدة عنها مش محتاجة تبقى باي لير تمام تخيل كده معايا الحتة دي ده مش محتاج الممبرين يبقى باي لير جاست المونو لير الهيد ماسكة في المية والتيل اللي فوق ماسك مع الاويل وخلاص فأنا باي قال لي لو حطيت نقطة اويل وفوسفوليبد حواليها وحواليهم مية يبقى بره مية فنص اويل برضو هيترتبوا الهيدز عاملة بوند مع الووتر التيلز عاملة بهايدروفوبك انتراكشن مع الاويل طب لو بره مية وجوه مية زي الممبرين العادي هتبقى كده فوسفوليبد باي لير الهيد من هنا ناحية الووتر والهيد من هنا ناحية الووتر أما التيلز ديركت تدر انسايد اوهي فرمووتر فورمينج باي لير كي شباب طيب أجي أكمل دور الكوليستوري لو حد محتاج يعيد أي حاجة كلمة كلمة أنا معك يمكن بقلناش كلمة مي كانت طبعا بلايد بتاعته بيمسك في المية وكده بيعي تزود بتاعت الممبرين هتقول لي يعني المية دي تزود طبعا المية فورص قوية جدا 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 المية فورص قوية جدا جدا بمعنى ان المية ممكن تشيل مدن المية ممكن بتطير حاجات كتيرة قوي فالمية عندها لما بيمسك الفوسفوليبن والكوليستير في المية بيزوده بتاعت الممبرين لو حد مطلب بحاجة جماعة أنا منتظر أي حاجة يستسأل عني تعني نكلم برضو على الممبرين بروتينز الممبرين عنده بروتينز لكن البروتين اللي في الممبرين حسب موقعها في الممبرين هقسم البروتينز للنوعين نوع من البروتين بقول عليه peripheral أو extrinsic اللي هو ماسك حتى من الممبرين وبريفين اللي على ستح الممبرين أما ال-intrinsic بروتين بيخترق الممبرين من أوله أول حاجة نوعين البروتين من حيث موقعهم في الميمبرين يا إما إكسترينسيك يا إما إنترينسيك طيب حاجة تانية يسألني برضو بنفس الطريقة زي ما سألني على كوليستيرول هيقول لي كده How proteins are held in the membrane أنا أخذ الصورة دي ونتكلم How proteins are held in the membrane How proteins are held in the membrane تعالي نشوف كده السؤال تاني How proteins are held in the membrane وانت فاكر كده أن البروتين معمول من أمينو أسدس والأمينو أسدس عندها R groups والR group بتاعت الأمينو أسد ممكن تبقى هيدروفيليك ممكن تبقى هيدروفوبيك فاكر الR group لو كانت هيدروفيليك هتخلي الأمينو أسد ده صوليبول لو كانت هيدروفوبيك هتخلي الأمينو أسد ده إن صوليبول السؤال بتاعنا How proteins are held in the membrane البروتين بيرتب الأمينو أسد بتاعته in this way الأمينو أسد اللي عندها هيدروفيليك R groups direct to the outside وتعمل بند مع surrounding water الأمينو أسدس اللي عندها هيدروفيليك R groups direct to the outside of the protein عشان تعمل بند مع surrounding water أما الأمينو أسدس اللي عندها هيدروفوبيك R groups direct to the inside وهتشد الهايدروفوبيك tails بالهايدروفوبيك interaction السؤال مرة تانية How proteins are held in the membrane البروتين الرينج ده الأمينو أسدس بتاعته بحيث الأمينو أسدس اللي عندها هيدروفيليك R group تبقى directed لبرة بتعمل بند مع الوطر واللي عندها هيدروفوبيك R group directed to the inside عشان تشد التيلز بالهايدروفوبيك interaction لو حد عايز يسألها حاجة يا معا أنا منتظر يسأل زي ما أنت عايز أخد خطوة كمان البروتين شغلتها إيه في الممبرين بعض البروتين act as receptor بعض البروتين act as receptor والريسبتور بروتين شغال بنظرية اللي هو كان دكي يعني بيبقى عامل كده مثلا لو قلت إنه هرمون زي مثلا هرمون طالع من البتيوتري جليند زي الـ FSH بتاع الفينيلز ليه بيروحش؟ معنى يروح عند الأوبري بتاع الفينيل في ريسبتور بتاعته موجودة هنا بنظرية اللوكندكي معنى كده الـ FSH خرج من البتيوتري جليند بتاعت الفينيل لف فيه circulatory system وعد على كل السيلز لكن ما عملهاش حاجة لكن لما راح عند الأوبري مسك فيه الريسبتور وكده عمل الـ Action اوكي؟ يبقى مرة تانية بعض البروتين Act as Receptor بعض البروتين Cell Recognition Protein يعني يسير Recognition Protein كل واحد مننا كل واحد مننا عنده بعض الميمبرين بروتين اللي موجودة عنده مش موجودة عند أي شخص آخر على سطح الأرض إلا لو كانوا identical twins تاني في بعض البروتين بسميه Cell Recognition Protein والسير Recognition Protein ده اللي بيميز كل شخص مننا عن الآخر مش كل الميمبرين بروتين ولكن بعض الميمبرين بروتين عنده كل شخص مننا بنوع عليها Cell Recognition Protein السير Recognition Protein دي هي المميزة للميمبرين بتاع كل واحد مننا ولا يشترك أي اتنين في السير كوبنيشن بروتين أبدا غير لو كانوا identical twins السير كوبنيشن بروتين ده هو سبب Cell Recognition Protein بتاعي اليميون سيستم بتاعي عارف البروتين ده يعدي على السيل فيها البروتين ده ما يهاجمهاش طب أفترض أورجان من عندي وراح عندي شخص آخر ليه بيحصل Cell Recognition لأن السير كوبنيشن بروتين بتاعي هيختلف عن السير كوبنيشن بروتين بتاع الشخص الآخر وبالتالي اليميون سيستم بيعتبر السير كوبنيشن بروتين بتاعي ده فورين ويبتدي يهاجمه Cell Recognition Protein يبقى اتفقنا بعض البروتين ريسبتور زي الريسبتور للهرمون مثلا بعض البروتين Act السير recognition بروتين بعض البروتين بيبقى كارير بروتين زي ما انتا فاكر بتاع الـ Active Transport بتاع الأوليفل ومن أشكال الكارير بروتين اللي هو يمكن يبقى عامل كده جزئين بالشكل ده ويدخل برضو Binding Site هنا عنده Binding Site يدخل فيها الموليكيول وبعد كده البروتين ده يبتد يغير الاتجاه بتاعه وبدل ما هو باصص لفوق كده ودي ده بره Cell هيلف بالشكل ده كده وهيبقى الموليكيول بدل ما هو Outside Cell بقى جوه Cell يبقى كارير بروتين فور اكتف ترانسبول بعض البروتين زي ما انتا شايف هنا Channel Protein Channel Protein عاملة زي قناة يعدي منها الـ Ions يعني ايه لو potassium ion ما يقدرش يعدي في الفوسفوليبد layer اي Polar Ion مش هيقدر يعدي طب ليه مش هيقدر يعدي هو عليه تشارج والتيل ده non Polar فبالتالي الـ Ions مش هتقدر تعدي في الفوسفوليبد بايلية عشان كده بتقدر تعدي ازاي ازاي ممكن سوديم ion وبوتاسيوم ion ممكن يخرجوا من البلود ويدخلوا جوه السيلز بتاعتنا عشان نرفي impulses مثلا او ممكن في الـ Ions من السيل تدخل جوه root هير سيل ازاي بتعدي الميمبرين ازا كانت هي ما تقدرش تعدي في الفوسفوليبد بايلير لكن هتقدر تعدي في Channel Protein افتكر زي ما قلنا قبل كده اهي عاملة كده مثلا وعندها زي سيوب كده من جوه اهي مفتوحة عشان تعدي ايون معين يعني مثلا ودي Channel Protein للصوديم ما يقدرش يعدي من هنا غير الصوديم ايون اتخذنا Channel Protein عشان تعدي بعض الـ Ions اللي مش قادرة تعدي في الفوسفوليبد بايلير كارير بروتين Receptor Protein Cerecognition Protein بعض البروتين اللي في الممبرين بتبقى Act as Enzymes هتقول لي لا Enzymes بيبقى In the form of fluid لا لو تفتكر في Small Enzymes لما أخذت في الأوليفل لو أنت مركز في الـ Digestive كنا بنقول في Bankerati Juice كنا نقول في Gastric Juice لكن كنا نقول على الـ Enzymes اللي في الممبرين كنا نقول عليهم Enzymes 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 اللي كانت ثابت في الممبرين Enzymes molecule ثابت في الممبرين بقول عليه ده بنقول عليه أنه عبارة عن بروتين موجود داخل الممبرين وده ثابت في مكانه عشان كده في الأوليفل قلنا Enzymes لكن ما قلناش Enzymes بعض البروتين بيبقى شابك في الممبرين و Act as Enzymes طيب أما لإيه الحاجات دي الحاجات دي هي عبارة عن Membrين تربوهايدرين والممبرين كربوهايدرين مش هتبقى أبداً لوحدها يما شابك فيه بروتين وكده يبقى كل ده على بعضه بروتين وكربوهايدرين يبقى في الحالة دي أسميه glycoprotein طيب لو ماسك في لبد هسمي ده glycolipid أسمي إيه glycolipid هتبقى لك من الكربوهايدرين مش هيبقى لوحده يما يبقى glycoprotein ماسك في بروتين أو glycolipid طيب ودول شغلتهم إيه موجودين على سطح الممبرين من بره وبرضو دول سر ريكوبنشن اليميون سيستم بتاعي عارفه ما يقربش للسيلز اللي يلاقي فيها الجليكوبرتينز والجليكوليبيز الخاصة بي بالشكل ده بتاعها اليميون سيستم بتاعي مش هيهاجم السيل بتاعتي طول ما هو شايف دولي برضو لو نقلنا السيل دي لشخص آخر هيحصل تشو نا اليميون سيستم بتاعه هيشوف دول على النوم ما فورين ويبتدي يعجبهم دي أكت جليكوبروتين دي أكت السيل ريكوميشن طب وكمان بعضهم بيشتغل كمان بيعملوا بندمع سراوند موتر ويزودوا الستابيلتي بتاعة الممبرين ممكن يجي فيبرز بروتين ويقدر ان هو يعدي من الممبرين من جوه لبره طبعنا نشوف بقى احنا تكلمنا على كرمايدريت تكلمنا على فات تكلمنا على بروتين موجودين في الممبرين الممبرين بنقول عليه فليود موزايق موزايق قلنا ليه فليود لأن الموليكوز دي أر بايبريتين دي أر كونتينواز موشن and they have the ability to exchange position with each other تفليود ومالقيه موزايق موزايق أو موزايق هي عبارة عن البترن الدستريبيوشن اللي هو بلاقي البروتين متوزع اللي هو كان زمان في الأصور يحطوا الأحجار الملونة يحطوها بطريقة معينة بتنظيم معين يبقى لها شكل معين وكان يقول عليها موزايق أو موزايق برضو هم الناس اللي هي اتكلمت على الممبرين as model وافتكر أن ما فيش أجهزة بتوردني موالكيون تاني ما فيش أجهزة وردتني فوسفوريبد أو وردتني قدر أشوف هيد ووتيل لا 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 خالص ده model ده تخيل ولكن الناس اللي يتخيلوا حاجة لازم يثبته عشان كده ده اسمه fluid mosaic model هنتكلم بعد شوية ايه الدليل اللي خلينا نستقبل الافتراض اللي هما قالوا عليه ده على أنه fact وحقيقة محدش شاف الموليكيورز محدش شاف الموليكيورز ولا شاف ايه تكوين الممبرين لكن ده مجرد model مجرد تخيل عشان كده اسمه fluid mosaic model why it is known as fluid molecules are vibrating why mosaic pattern of distribution of heads وبروتينز بين الهيدز عاملين ترتيب معين وكده سمناه mosaic fluid mosaic model ده اللي هو كان تركيب الممبرين أنا حواريك أكتر من فيديو بس ما تنساش لسه لازم هنتكلم على ال evidence الناس اللي تخيلت التخيل ده إيه دليلهم على أن الخيال بتاحهم ده صح على كده نشوف أكتر من فيديو ونتابع مع بعض if fluid mosaic model وحنفهمه كويس قوي أنا هعمل share للسوند الفيديو الأولين هو مفلوس بس نعم هعمل share للسوند بحيث إنه نبقى مركزين مع الصود ده الفيديو الأولين زي معتاكم في الصوت لكن هم معك كده نشرح خطوة خطوة هنا أنت شايف الفوسفوليبز they are vibrating وده fluid nature وكل الفوسفوليبز عبارة عن head وتيل والhead is directed outside والtail is directed inside بيوريك كده أن الإنز ما تقدرش تعدي ففي في الممبرين في بروتين سمعت شانل بروتين تعدي الإنز البعض يعدي صوديم بس البعض يعدي بوتاسيوم بس وده بيوريني كمان الكاريير بروتين الكاريير بروتين اللي هو ممكن يجمع ويبتدي يعمل active transport using energy ويبتدي هنا against concentration gradient ما تنساش كاريير بروتين طيب مش عليكم اسمه صوديم بوتاسيوم طنب اللي أخدوه طبعا يعرف ده برضو أشكال من الكاريير بروتين زي هاي بيهغير الشيب بتاعه بدل ما هو يتحرك بيغير الشيب بتاعه عشانين يفتكر الائينز ما تقدرش تعدى في الفوسفوليب باي با البروتين يمسك فيه هرمون معين يمسك فيه رسالة معينة ده ريسيبتور بروتين ريسيبتور بروتين اوكي كمام برضو هنشوف حاجة ثانية من البروتين اوكي ده ريسيبتور بروتين ما تنسيش برضو أنه بعض البروتين سر ماتنسيش بعض البروتين كده كاريير بروتين وهدي المنبرين بيبريتيك عشان كده بقول عليه فوسفو لبيد باي بينهم يبقى فيك كوليسيرول وما تنسيش كوليسيرول عنده هيد وعنده تيل برضو زي الفوسفو لبيد الكاربو بريد بتبقى موجودة على السطح الخارجي بس بتاع المنبرين وببقى اما شبكة بروتين تعمل جلايكو بروتين او شبكة تعمل جلايكو لبيد او شبكة لبيد او شبكة انا هتمين معاك الخاطرة تانية وحنشوف او در فيديو الفيديو الجيدة حيسعدنا كده في التخيل ويسأل زي ما انت زي ما انت شايف كده هدو التيل وهو المنبرين الفلودي تتاتم دياله ميزة انه ممكن يبتدي يغير الوضع بتاعه عند كان ريسيلة يرحم نفسه مرة تانية فمثلا لو افترضت ان فيه سي مثلا عندي فاجوسايت فالفاجوسايت لما جات تبلع بكتريا بص عملت ازاي ادي الفاجوسايت اهي جات تبلع بكتريا المنبرين عنده بالشكل ده وبعد كده بلع البكتريا اخذ البكتريا جوه طبع حتى دي مفتوحة لكن قدر تأترك تسلف التيلز تشد بعضها وكده كان ريسيلة يقدر يلحم نفسه مرة تانية تصفوا ليبدا ما تدسيش تقدر تتحرك وهدين ترجع في وضعها الطبيعي مرة تانية البلبيد وكثرت وكثرت تحكم بلع تحكم مرة ترتل بلع يلا تارث تحكم من جتا من الى العالم and you have the basic structure of a plasma membrane. Within these lipid molecules, we also find different proteins which do various things for the cell. For instance, they receive signals from the world outside or they transport nutrients and waste. So nature composes the membrane with a combination or mosaic of different lipids, carbohydrates and proteins. And these molecules are not stationary. They constantly move within the structure, fluidly changing their positions. The survival of all life rests on this veil of material. A supple membrane, just two molecules thick. This can be a bit of a thought about the structure of the membrane and the things that are present in it. لكن تعالا نشوف كمين. كده حاجة تانية عن السيل ميمبرين. لكن دي هاخد الفيجر ده اللي هو بتاع الميمبرين لما أشرح حاجة اسمها سيل سيجنال حالا. الأول تعالنا نبتدي به الفكرة. اتفعنا أن الميمبرين double layer وإن ده موديل وإن ده تخيل. الناس اللي هتخيل الموديل ده لازم تثبت لنا أن الكلام بتاعها مضبوط. الـ practical evidence اللي قال لي أن الميمبرين بالتركيب ده. أول حاجة ابتدوا يعملوا chemical analysis. chemical analysis. ولما عملوا chemical analysis عارفوا من فيه phospholipids. فيه بروتين. فيه glycoproteins. فيه glycolipids. فيه كوليستير. عارفوا المكونة. بعد كده عملوا إيه؟ جابوا الميمبرين وعملوا steining. لما عملوا steining بصوا تحت المايكروسكوب. شافوا الميمبرين عبارة عن إيه؟ شافوا الميمبرين عبارة عن two layers. layer و layer وبينهم space. قالوا إيه بقى؟ قالوا أنه بما أنه لما عملنا analysis لقينا phospholipid. فالـ head being hydrophobic خدت السبغة وبان اللون. والـ tails being hydrophobic ما أخدتش السبغة فما بنش اللون. وكده رتبوها as by layer. بس ليه أن فيه eins قادرة تعدي. فحطوا الـ channel protein. ولما لقوا أنه فيه حاجات بتمشي against concentration gradient. حطوا التخيل بتاع الـ carrier protein. وبالشكل ده دون الموديل اللي احنا بنؤمن أنه هو مظبوط. اللي غاية لما يجي حد آخر بيقول لنا أن الكلام ده كلام مش مظبوط. ده الـ practical evidence أنه الميمبرين in this form. تعالى نشوف كده. الفونكشنز بتاعة الميمبرينز. الميمبرين بيفصل مكونات السيل عن السرون ده. بيعمل كسي تشينجي ماتيريال بالديفيجون والسموس والاكتف ترانسبورت. بعض الـ reactions بتحصل في الميمبرين. فالـ photosynthetic reaction بتحصل في الميمبرين بتاع الكلورو بلاست. أوكي؟ مثلاً aerobic respiration بيحصل في الميمبرين بتاع الميتو كوندريل. مشان البروتين ودي اللي بتنقل الـ ions اللي مش قادرة تعدي في الفوسفوليب الضيلية في كاريير بروتين يعمل اكتف ترانسبورت في ريسيبتور بروتين يحس بالحاجات زي مثلاً بعض الرسائل such as hormones أو أي سيجنال أخرى زي ما نتكلم على الحاجة اسمها سيل سيجنالينج حالاً. ودي اللي هنوفع الدهاء النهاردة وهنشوف الفيديو الخاص بالسيل سيجنالينج أبما تنقل يا جماعة أنا قلت بسرعة عشان كل الحاجات دي كنا ممرين عليها فيما عادة الـ evidence لو أي حد عايز يعيد أي حاجة أي حاجة يا جماعة أنا منتظر لو أنت عايز تسأل على أي حاجة أنا معك. في حد باعت سؤال تمام؟ آي عبد الحمان بيقول كده أوكي لو حد عايز يعيد أي حاجة معك أنا تحتمي. بتاعنا شو بقى النقطة اللي جاية والاسمها سيل سيجنالين سيل سيجنالينج مرات بتبقى سيل عايزة تبعث رسالة to other cell أو organ عايز يبعث رسالة لسيل. خلينا ناخد مثال السيل سيجنالينج مثلا البنكرياس عايز يبعث رسالة للليفرسيل يقول لها خدي جلوكوس خزينيه عنده فورموب جلايكوشي تاني البنكرياس عايز يبعث رسالة للليفرسيل يقول لها خدي الجلوكوس خزينيه عنده فورموب جلايكوشي يبعث لها رسالة عبارة عن الهرمون إنسولين معنا كده الهرمون إنسولين يعتبر سيجنالينج موليتشيري مثلا ناخد مثال تاني لو عايزين نقول الأوري يعمل أوفيوليشن بتبتدي بتيتر إجليند تبعث الـ LH هرمون نتج أوفيوليشن يبقى في الحالة دي هنسمي ده سيجنال سيجنالينج أو سيل سيجنالينج عايز أبعث رسالة فروم ون سيل تو آذر سيل فروم ون أورجن تو آذر أورجن مش هنسى ده اسمه سيل سيجنالينج عشان يحصل السيل سيجنالينج تركز معي المين دول في السيلبس توينتي تو طالبهم بالتحديد عشان كده احنا عايزين نحفظهم كويسة السيجن الأولى حيبتدي يحصل سيجنالينج من سيل سيجنالينج من البنكريس هيتنقل لطارجت سيل في المسال بتاعنا راح للليفر سيل حيروح الانسولين ده اللي هو المسال بتاعنا في السيجنالينج موليكول بقى عمل بايندينج مع ريسيبتورز على الليفر سيل ونتيجة انه هو عمل بايندينج هيبتدي يحصل ريسيبتس دول الثلاث خطوات مرة تانية ده هيخرج من سيل اللي عايزة تبعت رسالة لسيل تانية في المسال اللي قلنا البنكريس عايز يبعت رسالة الليفر يقول له خزن بالخزن فبالتالي هيبقى الليجن بتاعنا هو الانسولين انسولين راح على الليفر سيل ده التارجت بتاعه وبعد كده في الحالة دي اتنقل اش معنى ماسك في السيل دي عشان السيل دي عليها اريسيبتور بعد كده هيبتدي يحصل اريسيبتس تعالى ناخد كده السيجنالينج موليكول بجمال تانية نفس الكلام ألفه برضو هيبتدي يحصل تشينج في السراوندينج انبايرومنت في المسال بتاعنا السكر عائلي راح السيلز بتاعة البنكريس الريسيبتور حصت ان السكر عائلي راح تبقى تطلع اللي هو عبارة عن الانسولين الانسولين اللي طلعته هيرو على التارجت سيل اللي هي هتبقى عبارة عن الليفر سيل في المسال بتاعنا ينتج من كده اريسيبتس هنقسم السيجنالينج موليكول اللي نوعيه نوع من السيجنالينج موليكول هيدرو فوبيك ما بيدوبش في المايير ونوع هيدروفيلك بيدوب في المايه طيب هيحصل ايه بقى؟ ركز معي قوي انا باعت رسالة من سيل والرسالة اللي جاي من السيل دي فات الصوليبول فات الصوليبول يعني تقدر تعدي في الفوسفوليبيد بايير ادي السيل بتاعتي وادي السيجنالينج موليكول اللي هو هيدرو فوبيك وجيه السيجنالينج موليكول هيقدر يعدي في الميمبرين لانه هيدرو فوبيك يقدر يعدي في الهايدرو فوبيك تيلز ويوصل للترجل بتاعه هو السيل ولتكن الرسالة دي جاي تقول السيلة ميلي ديفيجن يعني لازم تروح للنيوكلياس فالرسالة دي جات وعدت الفوسفوليبيد بايير لانها الرسالة دي كانت هيدرو فوبيك فقدر التعدي في الفوسفوليبيد بايير وصلت عند النيوكلياس قدت الوردر عشان سيل تعمل ديفيجن معنى كده انه الهايدرو فوبيك سيجنالينج موليكول يقدر يعدي الميمبرين ويوصل للترجل بتاعه جوه السيلة طب اممان لو كان ده السيجنالينج موليكول ده كان هيدرو فوبيك يعني هوتر صوليبول بدا ما هو هوتر صوليبول يبقى كده مش هيقدر يعدي في الفوسفوليبيد بايير فده مش هيقدر يعدي في الفوسفوليبيد بايير هيمسك على سطح الميمبرين في ريسبتر يبقى الريسبتور ده هيمسك الوتر صوليبول موليكول ثاني السيجنالينج موليكول اللي جاي للسيل ده сорوا بش قادر يعدي ويدخل بواصيل ونانه مش قادر يعدي يدخل بواصيل فبتمسيكه ريسبتور ده على سطح السيلة الريسبتور ده بتمسك فيه بروتين والبروتين اسمه جي بروتين مش عليا عنه اي تفاصيل وحتى في ال-E2 بياخدوه in outline جدا كمان مش بنقول عليه تفاصيل خد بالك اسمه G-protein يبقى تاني عندي ده receptor ده الموليكول signaling molecule اللي هو water soluble مسك فيه receptor نتج من كده انه عمل activation لبروتين ما تنساش اسمه G-protein 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 عشان فيه حاجة اسمها جوانين تبنسميه G-protein يعني اللي اخده A-S قبل كده واللسه بقى هناخد مع ال-DNA هنعرف الدوانين والحاجات ده في العالم G-protein طيب G-protein ده لما يبقى active يبقى تاني signaling molecule water soluble مسك في ال-Receptor مسك في G-protein او ما مسك في G-protein هيحصل ايه او ما يمسك في G-protein هيبتدي G-protein يبقى active يروع عامل activation to certain enzyme مش عليا برضو اسمه and this active enzyme هيبتدي يعمل ايه؟ هيبتدي يعمل activation to other enzymes والإنزيمز دي هتبتدي تعمل قبلك من الكلمة cascade of reaction شلال من reaction reactions كتير قوي شلال من reactions تنتهي reactions دي بـ يبقى مرة تانية لو فات soluble molecule عده وخلاص وصل ال-Target بتاعه اما لو هو ووبر soluble مسك في ال-Receptors لما مسك في ال-Receptors نشط الجي بروتين لما نشط الجي بروتين الجي بروتين هينشط انزيم والانزيم ده هيعمل لي secondary messenger كده وهينتب من كده مجموعة من ال-Reactions بنسميها cascade of reaction ينتب من بعدها عشان نقدر نقرب كريمي تفضل كريم دكتور ما عليش بس انا عندي سؤال هو ليه يعني ليه الحاجة ال-Hydrophilic لازم الاول تلزق ترسابتور وتعمل كل ال-Reactions دي مدام هي ممكن تعدي من الكارير او من اللي هي ملهاش كارير بروتين ولا تشانل بروتين تاني ملهاش التشانل بروتين دي خاصة ب-Certain ions ما تعملش موليكي الكبير عندنا صوديا متشانل بوتاسيا متشانل كالسيا متشانل لكن ما بتعديش large particle ده مثلا لو ده هرمون هو large particle large particle ما يقدرش يعارتي عشان كده ملهاش تشانل بروتين ولا ليه كارير بروتين تمام طيب يبقى مرة تانية بسك في ريسبتور ريسبتور ده متصل بي جي بروتين او ما دخل بوا ريسبتور ابتدى يحصل اكتيفيشن لجي بروتين اللي عمل اكتيفيشن لسيرتين انزيم اللي يعمل سيكوانس من ريأكشن بسميها ك تعلينا كده في يعني بياخدوا تفاصيل زيادة شوية بس مش كتير زيادة شوية بسيطة طب ده اللي هو بنقول عليها سيل سيجنال انا قلتلك ان احنا عشان نفهم سيل سيجنال هنشوف فيديو مع بعض هيديننا التخيل ده مش ااخركوا كتير وهيبقى فاضل عندنا حاجات بسيطة قوي مش زايد عليها غير حتة واحدة بس في الووتر بوتينشيال في الأسموزيس وكل باقي للشابتر مسحون السنة دي عشان الناس اللي هي بتاخد اس مرة تانية لا ما فيه بقى لا بريشر بوتينشيال ولا سيجيود بوتينشيال ولا الكلام ده كل ولا الفورمولا لا خلص شعلوا كل ده تماما سابوا سيمبل ديفيوجن العادي سيليتية الديفيوجن اللي هو في شانيل بورتين والاكتف ترانسبور وفي الووتر بس عرفنا من الووتر بوتينشيال زيرو ودي اللي هنتكلم عليها بكرة ان شاء الله قبل الإجزاء طيب تعالى نشوف مع بعض الفيديو ده اللي هو زي ما اتفعنا عادي نتخيل للجي بوروتين معلش هو عامل كده زي فيلم رعب بس هرقس فيه كده شوية انا معاك واحدة واحدة شاف طبعا ده الهدز بتاعت الفوسفوليبت ده الهدز بتاعت الفوسفوليبت وفيه طبعا بروتين ودي ده الكربوهيدريد بارت الكربوهيدريد بارت ده اللي هو يعني شابك فروتين يعمل جلايكو بروتين أو شابكة لبد يعمل دليكوليبد وده Act as Receptor وده بيبقى على السطح الخارجي بس بتاع الممبرين بعضهم هيمسك هرمون يعني هرمون اللي انت شفته ده هيدروفوبك هيدروفوبك سينالينج موليكول والي يكون هرمون والهرمون ده هيدروفوبك يعني مش ووتر سوليبون قدر يعدي في الفوسفوليبد بايلير بسفولة ويوصل للتارجل بتاعه بو السل ويعمل ارجح لك الحتة دي مرة تانية اهو اما انت شايف طبعا ده بروتين ده الكاربويدريد بورت بعد ده جلايكو بروتين ده الهيدز بتاعة الفوسفوليبد بلك اللي جايد ده بقى ووتر سوليبون سيجنالينج موليكول لانه ووتر سوليبون سيجنالينج موليكول مش هيقدر يعدي في الفوسفوليبد لكن هيستقبله هنا ريسبتور خلي بالكاركز قوي تاني ده ووتر سوليبون هيدروفليك مش هيقدر يعدي في التيلز عشان كده على سطح الممبرين لبروتين ريسبتور هيمسك في البروتين ريسبتور هينصوط ما تنساش جي بروتين اهي بص خد بالك لما مسك في الريسبتور بص هيحصل ايه ركز معي هيعمل اكتيفيشن لده اللي هو مين الجي بروتين يبقى كده مسك في الريسبتور اصل نتج منها ان هو يعمل اكتيفيشن للجي بروتين اللي هيبتدي يعمل اكتيفيشن ويحصل ينتج منه ده هيجي من الجي بروتين كمام؟ هدبقى لك كده زي ممكن يبقى يبقى هيدروفليك ياما يبقى هيدروفوبيك كم؟ ده كان الجزء وفضل لنا بس ان شاء الله بكرة هنتكلم على وانا اسمه هنتكلم على وهيبقى كلام كتير وما تنساش ان هو في اللي قبل كده كان فيه تفاصيل كتير في القسموزس كلها 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 اتلمت معده حتة واحدة حتة بسيطة قوي عن الوطر لكن كل دوشة اللي كانت في الجزء ده كلها اتلغت في 2022 انا اتلغت لك السلبس عشان ممكن تقرأ في كتب تانية او تسمع من حد تاني البعض التفاصيل ارجع للسلبس 22 لان لسه اغلب الناس الكتب بتاعتها الكتب القديمة وبعض الناس لسه مش عارفة ان حصل بعض التشينجز اتمنى لكم كل خير وربنا يوفاكم واشوفكم ان شاء الله بكرة في الاكزام بإذن الله وبرضو هنكون